مرحبا ما هي نسبة الزلال الطبيعي في البول سؤال شائع جدا وتعرض له في كثير من الأحيان عادة للبدء بذلك الزلال هو وجود بروتينات في الكلة هل من الطبيعي وجود بروتينات في البول السؤال الإجابة على ذلك ليس من الطبيعي وجود بروتينات في البول إلا بكميات قليلة جدا ولا يمكن للمريض مشاهدته وإنما عن طريق تحليل البول كثير من الأحيان يشكو المرضى من وجود رغوة في البول الرغوة البول لا تعني وجود زلال قد تصاحب الزلال ولكن ليس بضرورة أن يكون هناك زلالا ما هي أسباب الزلال في البول؟ الزلال في البول ليس مرض بحد ذاته وإنما هو عرض لأمراض الكلة فقد يكون هناك فشل كلوي نادج عن السكري أو الضغط أو بعض أمراض جهاز المناعف التي تصيب الكلة والتي تؤدي بالتالي إلى وجود بعض نسب من البروتينات في البول هل هناك عراض أخرى للزلال في البول؟ نعم إذا كان هناك كميات كبيرة من البروتين في البول قد يشكو المريض من انتفاخات في القدمين وفي اليدين بسبب ذهاب السوال إلى تحت الجلل لعلاج الزلال البول يجب معالجة السبب المؤدي إليه عن طريق السيطرة على نسبة السكر في الدم والسيطرة على الضغط في الدم والسيطرة على المرض الكلوي الذي أدى إلى حدوث الزلال البولي وشكرا لكم ودمتم بصحة وسلامة اشتركوا في القناة